وصل رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري والوفد المرافكي معه إلى كبروس ليشارك في احتفالات عيد مارماروند في الجزيرة وفي الاستقبال كان رئيس أصاقفة كبروس للموارنة سيادة المطران يوسف سويف وعلى رئيس الوفد ممثل غبطة الكاردينال الباتريارك مربشارة بطرس الرعي سيادة النائب الباترياركي العام المطران بور الصياح وممثل رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي طنوس نعمي والمدير العام الأب نعم طلة هاشم ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات إسرى وصوله إلى المطرانية طليت الصلوات والترانيم في كنيسة المطرانية وفي اللقاء الأول له في كبروس أعرب ساندري عن فرحته بمشاركة موارنة الجزيرة هذه المناسبة المميزة ومن جهته رحب رئيس أصاقفة كبروس المطران يوسف سويف بضيفه كما وزار الكاردينال يوناردو ساندري رئيس جمهورية كبروس نيكوس أنستاديادس بمرافقة وفد يترأسه رعي أبرشية كبروس المارونية سيادة المطران يوسف سويف ويرافقه نائبه العام وعدد من الكهنة تضمن اللقاء عرض لأبرز محطات الاحتفال بعيد مار ماروند في الجزيرة كما تطرقوا إلى وضع الموارنة في كبروس وأهمية وجودهم ودورهم البارز والفعال وتطلعوا إلى مستقبلهم بعد الزيارة أقيم قداس في كاتدرائية سيد النعم في نيكوسيا احتفالا باختتام سنة الحياة المكرسة التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس ترأس الزبيحة الإلهية الكاردينال ليوناردو ساندري وسيادة المطران يوسف سويف عوانه فيها عدد من الكهنة والإكليريكيين والرهبان حضر الكداس عدد من المكرسين الكاثوليك المتواجدين في الجزيرة وعدد من المؤمنين وفي دوره شدد ساندري في عيزته على أهمية الحياة المكرسة بعد الكداس الإلهي التقى المكرسين بالكاردينال ساندري في سالون الكنيسة حيث استمع إلى شهاداتهم وخبرتهم كما وشكر بدوره سيادة المطران سويف المكرسين على مسيرتهم ورسالتهم في هذه الجزيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة